اشتركوا في القناة بسبب تنوع الأديان في آسيا مثل الهندوسية بنسبة 23% والبوذية بنسبة 12% والسيخية والطاوية والزردشتية وأديان أخرى كثيرة بالإضافة إلى وجود مليار ملحد في الصين وحدها إذا انتقلنا إلى قارة أفريقيا سنجد أن نسبة المسلمين تتراوح بين 45% و 47% وهذا منطقي نظرا لوجود العديد من الدول الإسلامية في أفريقيا أما إذا نظرنا إلى قارة أوروبا سنجد أن نسبة المسلمين تصل إلى 5.5% وذلك لوجود دول مثل البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو حيث المسلمون يشكلون الأغلبية في هذه الدول بالإضافة إلى المهاجرين المسلمين الذين يهاجرون إلى أوروبا لتحسين مستوى معيشتهم أما في قارة أستراليا فعلى الرغم من بعدها إلا أن نسبة المسلمين فيها تصل إلى 3.2% ويرجع ذلك إلى وجود مهاجرين من الدول الإسلامية الأسيوية القريبة من أستراليا أو من دول إسلامية شهدت حروبا مثل لبنان والبوسنة والهرسك أما بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية فنجد أن نسبة المسلمين تقل عن 1% أي أنه من بين كل مئة شخص هناك شخص مسلم واحد فقط أما في قارة أمريكا الجنوبية فإن نسبة المسلمين تصل إلى أقل نسبة في جميع قارات العالم وهي 1 من 10% أي أنه من بين كل مئة شخص هناك أقل من مسلم واحد فقط وفي هذه القارة التي تكاد تخلو من المسلمين نجد أن هناك دولتين تميزتا بنسبة كبيرة من المسلمين وهما جويانا وسورينام نسبة المسلمين في جويانا تصل إلى 7% بينما في سورينام تصل إلى 20% فلماذا نسبة المسلمين مرتفعة في هاتين الدولتين مقارنة ببقية القارة؟ وما هما سورينام وجويانا بالأساس؟ سورينام وجويانا هما دولتان تقيعان في أقصى شمال قارة أمريكا الجنوبية وهذا هو علم سورينام وهذا هو علم جويانا وكل الدولتين تطلان على البحر الكاريبي وحدودهما تمتد على المنطقة المحددة بالخط المتقطع على خرائط جوجل تحدهما فانزويلا من الغرب وجويانا الفرنسية من الشرق كما كان جويانا وسورينام تحت الاحتلال الهولندي والبريطاني وعلى عكس بقية دول أمريكا الجنوبية التي تتحدث اللغة الإسبانية أو البرتغالية نجد أن جويانا تتحدث اللغة الإنجليزية بينما تتحدث سورينام اللغة الهولندية نعم سورينام هي الدولة الوحيدة في القارتين الأمريكيتين التي تتحدث اللغة الهولندية وذلك لأنها كانت تحت الحكم الهولندي لفترة طويلة حتى حصلت على استقلالها في عام 1975 وأصبحت دولة مستقلة عند النظر إلى التركيبة السكانية في سورينام نجدها مثيرة للاهتمام فالسكان يتألفون من 37% من الهنود والباكستانيين وأقصد هنا الهنود الذين قدموا من شبه الجزيرة الهندية في آسيا وليس السكان الأصليين للأمريكيتين وهناك 15% من الإندونيسيين و2% من الصينيين و2% من الهنود الحمر أو السكان الأصليين بالإضافة إلى 31% من خليط ناتج عن تمازج الأعراق التي ذكرتها سابقا وإذا ذهبنا إلى جويانا سنجد أن نسبة الهنود والباكستانيين تصل فيها إلى 55% من الذي بدل ولعب في تشكيلة البلاد وجلب أشخاص من الشرق إلى الغرب؟ وماذا حدث للسكان الأصليين أصحاب الأرض؟ ولماذا هم قليلون بهذه الدرجة؟ كما نعلم جميعا الأمريكيتان تم اكتشافهما بواسطة الأوروبيين البيض وعندما وصلوا إلى هناك بدأوا في الاستفادة من خيراتها واستعمارها ولسوء الحظ قاموا أيضا بقتل وذبح السكان الأصليين وهذا يفسر قلة عدد السكان الأصليين في جويانا وسورينام أما نسبة الهنود الكبيرة الهنود القادمون من شبه الجزيرة الهندية بقارة آسيا في سورينام وجويانا فذلك يعود إلى أن كل الدولتين كانت تحت الاستعمار البريطاني وبريطانيا كانت تهجر الهنود والباكستانيين من بلادهم وتستخدمهم في أعمال السخرة في مستعمراتها الأخرى مثل جويانا وسورينام لأن بريطانيا كانت تحتل الهند وباكستان أيضا أما بالنسبة لوجود الإندونيسيين والصينيين من آسيا فيرجع ذلك لنفس السبب ولكن مع الهولنديين فقد احتل الهولنديون جويانا لفترة قصيرة واحتلوا سورينام لفترة طويلة في ذلك الوقت كانوا يحتلون أجزاء كبيرة من قارة آسيا بما في ذلك دولة إندونيسيا التي كانت اللغة الهولندية فيها اللغة الرسمية حتى وقت قريب ولكن الآن يتحدثون لغتهم المحلية والإندونيسية خلال تلك الفترة كانوا يهاجرون الإندونيسيين ويجبرونهم على العمل في المستعمرات الجديدة التابعة لهم في سورينام وجويانا في قارة أمريكا الجنوبية والجدير بالذكر أن 80% من سكان الهند يعتنقون الديانة الهندوسية بينما الباكستانيون مسلمون وكذلك الإندونيسيون مسلمون أيضا عندما تم تهجير هؤلاء الناس قصرا من أراضيهم قبل مئات السنين هاجروا وأخذوا دينهم معهم لهذا السبب نجد أن الديانة الأكثر انتشارا في سورينام هي المسيحية بنسبة 47% تليها الهندوسية بنسبة 27% حيث لا يزال أبناء وأحفاد الهنود الذين جاءوا منذ زمن طويل يعتنقون الهندوسية كما كانوا من قبل ثم يأتي الإسلام بنسبة 20% والجدير بالذكر فإن جويانا الفرنسية التي ذكرنها كانت تحت الاحتلال الفرنسي ولكن الأمر المثير والمفاجئ هو أنها ما زالت حتى الآن تحت سيطرة فرنسا وتابعة للجمهورية الفرنسية تماما كما هو الحال مع مدن مثل مرسيليا أو ليون وهذه هي قصة جويانا وسورينام بشكل مختصر وسريع هناك بالطبع العديد من المعلومات الأخرى عنهما لكن رغبت في المزيد من المعلومات شاركنا بالتعليقات لأن هناك الكثير من المعلومات الأخرى التي أرغب في مشاركتها لكن وقت الفيديو لا يسمح وهكذا كانت حكاية اليوم إذا كانت هذه أول مرة تشاهدني لا تنسى مشاهدة الفيديوهات السابقة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك الفيديوهات الجديدة فور نزولها إذا كنت على الفيسبوك تابعي الصفحة وشارك الفيديو مع أصدقائك أراكم إن شاء الله في فيديو جديد وفي النهاية نود أن نقول اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ويحسن ختامنا جميعا آمين لا تنسى الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأتمنى مشاهدة باقي الفيديوهات ستجد بها مواضيع عديدة مهمة ومفيدة وستنفعك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته